مهم عالم جراحات السنة مع قيمة علمية كبيرة في هذا العالم لكن خلينا أقول لكم أنا محتاجين نعيد النظر في جعل كيفية جعل الأباء والأمهات صالحين أن يكونوا أباء وأمهات كلمة قاسية لكن وقعين هسألك هو هسألك أنت فعلا تنفع تكون أب بكلم جد تنفعي تكوني أم هل أنت فاهم أساساً المسألة دي مسألة سهلة يعني مجرد من أنت خلفت بيت أب أو أنت خلفتي وبتغيري لولادك وبتجيب لهم لبس وهواء الأخيري بيتهم لا فيه حاجات كثيرة جداً جداً كثيراً قوي من ناحية التربية طبعاً ومن ناحية السلوك ومن ناحية التقومي النفسي وهواء الأخيري أنت مسؤول كلكم مسؤول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي المسؤولية من ضمنها مسؤولية الأكل تغذية اللي احنا شفناه دا نموذج اللي كده أن أنت ممكن تكون لها مبالي بتجيب الأكل لولادك أو فرحان قوي أن أنت بتأكلهم أكل كتير فرحان قوي أن أنت فوسحتك بالنسبة له من أن أنت بتوديهم يأكلوا فاصفوت مبسوط جداً أن أنت بتجيب لهم أكبر كمية أكل ممكن تدخل في العمارة كلها بتدخل في شئتك أنت فرحان بكده وبتفتخر بكده بس أنت بتموت عيالك بالمعنى الحرفي أنت بتجيب لهم سمنة أو سمنة مفرطة أحياناً والمسألة بتتطور لأمراض قد تكون مبكرة بتلاقي الطفل في سن 14 شاب 16 20 بدأ يجيله سكر وفي ولاد جالهم ضغط في سن صغير جداً كتير حاجات كنا بنشوفها قليلة يعني إحنا زمان كنا بنعلم تلهم سيدنا لهم إيه إيه ست ضغط 3% من الأطفال عندهم ضغط أنا بقول إن الكلام ده اختلف تماماً مش 3% مش 3% من الأطفال خالص الورق اختلف مش كام في المية من الأطفال عندهم سكر الكلام أضرب في 2 أو في 3 على الأقل بسبب إن حضرتك مش أب جيد لولادك بيكلم جد جداً الموضوع خطير إن أنت بتاخد أولادك ففسحتهم بالنسبة لك مش تغلق تلعبهم رياضة ده فيه أبهات ما عندهمش ببدأ مش فكرة الرياضة دي يلعب لهو عايز يلعبه يروح يلعب في الشارع أو في أي كومباوند كنت قاعد يشوف المكان بتاع الكورة مفيش حاجة اسمها إن أنا أخده من إيده وفي تدريباته من ضمنه وظيفي إن أنا أحرص على إن الوقت يبزل أقصى جوت موجود وإلا أو إذا كان فعلاً بقى خلاص حصل له متابوليك دسقور ده ودخل فيه سمنة مفرطة أكون عندي الشجاعة إن أنا أتخذ القرار إن أنا ممكن أعمله عملية لو في السن المناسب وبالشرط المناسبة اللي أنا فاهمها النهاردة الأبوة والأمومة مش مجرد كلمة دي مسئولية هنفهم النهاردة إيه سرها أو جزء كبير من المحيط بيها ضيف العزيز القمع المال كبيرة والإسم اللامع في عالم جرحات سمنة اللي بيبدع في حواره دائماً وبيمتعنا الحقيقة بأسلوب علمي راق جداً وفي نفس الوقت يصل إلى القلوب وبنسمع كل تفاصيل وقصص وحكايات جرحة السمنة ومحيطها من كواليس نقول عليها دائماً حلقة عن الأسرار والكواليس لهذا العالم المسير عالم جرحة السمنة ميجسر هذا العالم والإسم المتميز للغاية الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جرحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة إن شامس المدير لوحدة جرحات السمنة بمستشف ووادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بنجل تيرا عضو كلية الجراحين الأمريكية والخاصة على أعلى تصنيف جودة دولي في جرحات السمنة أهلاً بجرحة السمنة وكل فريق العمل حقيقة طبعاً إن أولادنا غالين علينا جداً وكمجتمع يمكن عربي أو مصري خصوصاً الأطفال عندنا لهم قيمة كبيرة جداً ومخاف عليهم قوي وطبعاً إحنا بنبتد نعرف يعني إن السمنة المفرطة في الأطفال بتبقى يعني مختلفة شوية عن سن الناس الكبيرة أكتر في السن وإحنا في المجتمع المصري ما بنمشيش على الجايد لاينز اللي هي فوق يعني الكوتل اللي هي فوق الأربعين نقول عليه السمنة المفرطة بل بالعكس إحنا بنبقى عايزين يزيد عن كده كمان عشان نقول إن ده محتاج لإنقاص وزن بصورة فعالة قد تكون إجراء لعملية تكميم المعدة أو تحويل المصار في بعض الأوزان اللي هي الضخمة اللي ممكن يكون معها سكر أو ممكن يكون حاجة بقى من منتبولكسندروم التي قد تحتاج إلى تحويل المصار فببساطة الطفل اللي هو كاسر وزن 100 كيلو اعتبر وعنده سمنة مفرطة محتاج لحاجة لإنقاص الوزن منها العمليات التي تجرى بالمنزار زي تكميم المعدة في معظم الناس أو الأطفال أو تحويل المصار في بعض الأوزان أو في بعض الحالات الصحية في سن الأطفال الحياة طبعا إحنا برضو بنزود شوية وبنقول إنه مش بس الوزن يكون كاسر المية ده إحنا بيبقى يعني لأنه طبعا إنت يعني الثقافة نفسها إنت عايز تنورها للأهل وعايز تنورها للمجتمع إحنا لو فتحنا المجال ده لو قللنا البادمسة إنيكس يعني في السن الكبير ممكن نقول 35 زائد كومور بيذي يعني الوزن على طول مرتين كاسر 35 يعني مش 35 كيلو يعني لكن الكتلة نفسها أو الوزن غير مناسب للطول بنسبة صغيرة أنت عندك عدد كدير جدا زي في الكبار يعني لكن في الأطفال خليك فوق الـ 40 وكمان يكون عاك مشاكل لي السنة المفرطة يعني بيجينا مثلا طفل مش قادر ياخد نفسه أثناء النوم أو بنت متغيبة عن المدرسة بسبب السمنة المفرطة عملالها أزمة نفسية تقوص في المفاصل وصعوبة فيه أن هي تمارس رياضة وتمارس حركة وتمارس نشاطها اليوم بصورة يعني مظبوطة دول يعني يعني محتاجين لإنقاص وزن بصورة فعالة مش هنمشي على تغذية علاجية بقى لأنه أحيانا ما حدش وصل لك أصلا المراكز بتاعت الإنقاص الوزن بيكون مجربش إنقاص الوزن بطرق التقليدية أو بالتغذية العلاجية أو بالطرق اللي هي التحفصية فطبعا وزن بالبساطة كده يكون كاسر فوق المية يعني طفل كاسر وزن فوق المية أو أقل بشوية يكون عنده سكر يعني 80-90 كيلو طوله قصير والكتلة معدية الأربعين ويبترى يبقى عنده مشاكل صحية قد تكون سكر في بعض الحالات يبترى يعمل له العملية زي تكميم المادة هي الأرجح في سن الأطفال ليه زادت السنة المفرطة؟ أسبابها إيه؟ أنا كنا الأول نشوف طفل واحد في المدرسة كلها بيعني من السنة المفرطة دلوقتي الحادث بقى أكبر الحياة طبعا مميكنة اللي احنا عايشينها طريقة الأكل اختلفت خالص والحياة طبعا أنا أمكن شايف إن المجتمع دلوقتي بيحافظ الأطفال يعني على قدر المستطوع يعني الأسر دلوقتي بقت فعلا هي شيء لهم الطفل اللي وزنه زايد وأنا دايما بقول لهم بيبقوا جايين يعني عندهم يعني نوع من الحزن الشديد إن طفلهم أنا مياه النهاردة أنا لسه قبل ما ما أجد تصويركم لسه مخلص بعض الحالات للعيادات بتاعتنا في المراكز بعد الطفل ما خرج يعني جاي يعمل عملية وبتدت خدت الهيستوري بتاعه وتجايزناه كويس جدا ما بأخرجه وبتدت يشرح لي المقاسي بتاعته وبتاعت الطفل من صعوبة النوم من صعوبة الحركة بقول لي يعني هو مش عايش يعني حياته الطبيعية كما يجب إحنا يعني عندنا ألم نفسي أكتر من الطفل نفسه هو مش عايز تكلم يعني قدامي بالمشاكل النفسية منش خير أثناء النوم طول الوقت مش قادر ياخد نفسه هو نايم من حياته اللي هو ما هو طفل وزنه فوق الميت كيلو إزاي أقول له مارس الرياضة رياضة إزاي يعني ما هو ما فيش مفصل أصلا يشيل وزن فوق الميت كيلو قل له اجري هيجري إزاي ما هو أنت بتطلب منه حاجة مستحيلة نفسه مكروش مش قادر ينام بصورة منتظمة مش قادر يقض نفسه أصلا فده طبعا أنت قل له إلعب رياضة طب حجم نفسك عن الوجبات بقول له ما تاكلش هو في الهايبر انسولونيوميك ستيت الهايبر انسولونيوميا اللي بتحصل عند الأطفال بتخلي عندهم حاجة يعني زي شراها للوجبات اللي هي فيها طاقة عالية هو مش عايز يأكل أكل وعايز حاجات فيها طاقة عالية من الشوكلت والحاجات اللي هي الفاست فود كلها كل الوجبات اللي فيها طاقة عالية هو جسمه كده هو فيبر انسولونيوميك ستيت الانسولين زايد بصورة مرضية بيدفعوا لأكل الوجبات اللي فيها طاقة دي سكرية يبقى مستكفي دي حاجات مياه غزية يبقى مبسوط جدا ادي العصير بسكر كتير يبقى مبسوط عايز يأكل حاجات فيها دهون عايز حاجات فيها مقليات عايز حاجات قصدي انه الطفل معذور وبعدين برضو احنا معلش يعني عايز اقول حاجة ان الاطفال احنا مش لازم نشيلهم الهم انه هم السبب في السمنة ابدا ده انت مورس له الجين ده من اب او ام او خال او عم هو عنده قليل اوي اللي تلاقي الطفل هو سبب في السمنة المفرطة طفل ايه ما هو مولود كده هو طول عمره عنده يعني عايز اقول حاجة 99% من الاطفال اللي بتجينا في المراكز عندنا اصلا عندهم سمنة ورسية بتلاقي الاب اصلا عنده مشكلة او الام او الخال او العم فلا يعني مش عايزين نشيل الاسر اكتر مالة طيق والطفل برضو مش عايزين نشيله اكتر مالة طيق طفل 11-12 سنة هو اصلا مولود كده هو عنده جيناته الورسية الهرمونز بتاعته هي جسمه كده ده مرض سمنة مفرطة chronic inflammatory disease chronic disease ده مرض مزمن شديد الخطورة فلا نجلد اطفالنا ولا نجلد الاسر الحقيقة لانه الاسر دلوقتي بقت غير زمان عندهم ثقافة عالية جدا والاسر دلوقتي حاملين هم الاطفال بس هي اللاج في انه الطفل ما يقدرش يقض قرار هو ما يعرفش ايه صح هو ما يعرفش الطريق اللي يخص بيه ايه هو لا يعرف حاجة عن التغذية العلاجية ولا حتى لو عمل تغذية العلاجية هو لا يمكنه الاستمرار عليها لانه طفل في الورف الاخر فمشكلة كبيرة هي محتاجة يعني يعني محتاجة تدخل ومحتاجة ان احنا بقى في اللي احنا بنعمله ده زيارة الثقافة وزيارة ان احنا ايه الحل ما هو هو لو الاسرة عارفة ايه الحل المزبوط وهتعمله هو بس المشكلة انه ما فيش اصلا الكنسبت نفسه مش موجود تعمل طفل ازاي عملية 11 سنة لا ده موجود عادي جدا طب يمارس في كل في كل العالم مش بس عندنا في مصر لا ده طب عادي جدا وطب منظم متابع جايد لاينز موصوف بس هي الفكرة ان تصل الفكرة بالصورة المزبوطة يعني بحيث ان الموضوع ماشي بنصاب امتى يكون القرار هو اجراء عملية بالنسبة للطفل يعاني منسبنا هو منظم الصحة العالمية من سنة 91 عموما الكوتلة اللي هي كسرة ال35 وعنده كوموربيرتز يعني عنده مشاكل من السنة التنافس كوتلة في الجسم اللي كسرت 35 طب الاطفال بقى احنا مخليها الاربعين كمان ومش بس اربعين ده احنا مخليها فوق الاربعين بزيادة ويكون مضاعفات واضحة جدا بحيث ان احنا يبقى قدمنا يعني بنحاول احنا نخصصه بالطور التقليدية كذا مرة ويكونوا الاهل ابتدوا تغذية علاجية سابقة لذلك وبالتالي ناخد قرار لانقاص الوزن اذا كتلة كسر الاربعين وابتدى الطفل يشتيك من مشاكل صحية وده يمكن اعلى كمان من الجايدلاينز بتاعة وزارة الصحة العالمية الاهل ببعضهم تخوف يعني يجيلك لو كان عيان مثلا عنده 30-40 سنة بيعمل عملية تخوفاته ده يقول بتبقى فيه ورقة في الوسكاب بيسأل فيها لكن الطفل التخوفات عبارة عن كتب جايبينها بيسألوا فيها طبعا احنا بنكون مكان كل اب وكل ام والحقيقة احنا عايزين نقول احنا مكانكو في اخذ القرار احنا مكانكو في الطريقة المزبوطة مش كل طفل هيجي عنده شوية وزن زيادة عن اعمل له عملية الاطفال فقط اللي هما محتاجين لعمليات هما اللي هيتم لهم اجراء العمليات احنا بناخد ابسط انواع العمليات اللي هي عمليات التكميم هي ابسط انواع العمليات اللي تجرى لانقاص الوزن في الاطفال بعيدا خالص عن ان هي تأثر على النمو بعيدا أثر على الهرمونات وخصوصا البنات اللي صغيرين بقى عندهم من 11 سنة وزيادة الاهل بقى عندهم concern بانه ده هيأثر عليها هرمونايا بالعكس ده السمن المفرطة هي اكتر حاجة تلخبط الهرمونات عند البنات وعند الولاد كمان اكتر حاجة عملية التكميم المعدة ما هي الا تصغير لحجم المعدة لا تؤثر على الامتصاص فهي لن تؤثر على الأكل اللي الحجب تاكله ده أكل طبيعي جدا فلا يعني يوجد اي نوع من التخوف من انقاص الوزن عن طريق عملية التكميم لانها عملية سهلة ما هي الا تصغير لحجم المعدة لا تؤثر تماما على ومتابعتها يعني بسيطة خالص لانها مش زي تحويل المسار هي عملية قائمة فقط على تقليل كمية الأكل تقليل كمية الوجبة زيارة الشبع تقليل الجوع ودي أكتر حاجة هي مفيدة فيها يعني طبعا فيه جزء هرموني احنا مش بصدده انه الجزء المستقصل من المعدة اللي احنا بنشيله عشان نصغر المعدة بيستقصل بهرموناته اللي هي الانتي انسولين هرمونز من ضمنها هرمون مشهور يمكن الناس عارفا ويمكن المهتمة باسمنا اللي ده هرمون الجريلين او هرمون اللي هو بزود الشهية للأكل او بزود الجوع او بزود قدرتنا على ان احنا اثناء الوجبة الواحدة المعدة توسع يعني اثناء الوجبة هو كل ما بتاكل المخ بيوسع المعدة بتاكل كمية اكبر فده بيتم استقصال او تخلص من نسبة كبيرة منه وبالتالي بيأثر على الطفل بصورة صحية مصبوطة يرجع لحياته الطبعية فهي عملية آمنة تماما تجرب المنزار خلال فتحات صغيرة اقامة اقل من 12 ساعة في المستشفى بل في معظم الاطفال ما بيحتاجوش انهم يعودوا من 12 ساعة كاملين بيبعزين نروح فعلا لان هي عملية من ضمن العمليات التي يمكن اجراها في منظومة الفاست تريك اللي هي اقامة صغيرة في المستشفى بس تمشي خطوات من خطوة واحد لخطوة 12 يتضمنها بقى حاجات تحضرية لاطفال يتضمنها يعني ازاي تجري بفتحات صغيرة للطفل المسكنات بقى جرعاتها مضبوطة بأدوية متطورة ما بتصيفش حاجات زي الدرنقة او في الاطفال وقت العملية لا تعدى النصف ساعة في معظم الاطفال لان عملية بتبقى انت بتعملها اتئيز لان جدار البطن بسيط الدهون اصلا بسيطة المعدة نفسها جدار المعدة نفسه سهل ان انت تبيه هندل دي يعني ان انت تتعامل معاه ببساطة يعني فهي عملية منها تماما انا بطمن كل الناس وقال لهم ده طب محترم بيجرى في كل انحاء العالم امن تماما منجز في انقاص الوازن لا يؤثر على الامتصاص لا يؤثر على النمو وخصوصا البنات لان انا متوقع السؤال ده بقى في عقول كل السيدات اللي بي عندهم اطفال او بنات يعني في سن صغير اهي عملية جميلة جدا انا انصح بيها تماما السن المناسب يعني من 11 سنة واحنا طالعين ويمكن كمان انا 11 سنة ده احنا بنقعد معاهم بيتم تقيمه عن طريق الطب النفسي اه والتغزية العلاجية بيبقى فيه شوية تحضرات يعني ونشوف الطفل ده اصلا يعني هو المنتالي بتاعته اصلا مستوعبة ولا مش استوعبة لان احيانا طبعا بيه صعوبة في الكومينيكيشن اصلا مع الطفل فده يعني ما بنعملوش عملية بيتم تقييمه مظبوط وإذا كان هو يعني الطفل نفسه مستوعب العملية اللي من تلك بتاعته بيعرفي كومنيكيث معنا يعني بنعمله العملية بأمان من سن 11 سنة يعني أحيانا طبعا بنعمل في سن 9 سنين بس يعني الوزن بقى مأثر قوي على الحالة الصحية يعني بنتجاوز على السن شوية في سن مبكر افترض أنه عندنا طفل تسع سنين ووزنه كاسر 100 كيلو رجليه متقوسة وعنده صعوبة في التنافس أثناء النوم لدرجة نوم ببعرفش ينام على ظهره أصلا طول الوقت قاعد على طول الوقت ما بقدرش يفرد ظهره يعني أو ينام بصورة يعني مريحة طب ده هتعمل له إيه؟ هو لازم تعمل له عملية لإنقاص الوزن طبعا عايز أقول حاجة أنه أنا برضو دايما بسترس أن القرار في إيد الأسرة يعني هي الأسرة هي المسؤولة ليس الطفل يعني لأن طريقة الطفل اللي تأخر عليه هو داخل فيه مشاكل قد تكون صحية مزمنة في سن مبكر زي السكر طبعا والضغط اللي يعني يبتد انتشر بصورة كبيرة جدا مع السن المفرد مع الأطفال احنا بنلاحظ في الوقت أن حالات السكر في الأطفال زادت جدا من فترة الأخيرة جدا والضغط زادت بشكل مستغرب يعني إحنا كنا فين؟ عبا كل فقط أولا متابوليك سندروم ما بيفرقش ما بين واحد سنه كبير سنه صغير هو متابوليك بروسس هي بتحصل في كل الأعمار فيه 17 سنة بلاقي عنهم ضغط معدل 200 سيستوليك و130 وسكر طبعا الإجراءات المتبعة هل تختلف عن الإجراءات المتبعة بالنسبة للكبار في الجراحة السنة؟ ولا حاجة بل بالعكس ده هي أسهل يعني الطفل اللي هو يعني دايما بيكونه ميديكالي فريم يكونش عنده أصلا مشاكل صحية يعني قد تعوق إجراء العملية أو قد تعوق أنه ينام تحت بنج فترة قسيرة لأن إحنا لو قررنا طفل 11 أو 15 سنة بواحد تاني 60 سنة الـ 60 سنة بيبقى عنده تحضير أصعب شوية قد يكون عنده مشاكل في القلب مشاكل متعلقة بالسكر مشاكل متعلقة بالتنفس أثناء النوم أو التنفس عموما بأمراض مزمنة يعني بيتم تحضيرها قبل العملية لا الطفل اللي 15 سنة أو أكبر أو أقل شوية هو ميديكالي فري يعني هو ما عندهش سكر في معظم الأطفال ما عندهش مشاكل في التنفس في معظم برضو الأطفال يعني قصد تحضيره سهل يتم إجراء طبعا بالرغم من ذلك بيتم عمل بروفايل زي طبعا حاجات معملية زي صورة الدم السيولة وظيف كبد وظيف كلا بنعمل طبعا تقييم للقلب تقييم للتنفس قبل العملية بصورة يعني بنعمل سكرينينج للطفل بصورة طبية منصفوطة وإجراء العملية أسهل بكتير جدا أثناء العملية وقته قصير الـ rehabilitation أوعادته لدراسته أوعادته لنشاطه الطبيعي بيكون في وقت أقصر بكتير جدا من الناس اللي هي الأكبر سنة التكميم أم تحويل المصار أنت كلمت كتير على التكميم ميال للتكميم الحقيقة ميال للتكميم لأنه أنا يعني طبعا إحنا بندي فيتامينز ما بعد تحويل المصار بصورة مكسفة إحنا مش محتاجين الطفل بيسترسد يعني بفايتامينز ديلي كل يوم يأخذ فيتامينز بصورة كبيرة إحنا جوزت إحنا عايزين نقلل كمية الأكل فقط لكن امتصاص الأكل لا يمكن التأثير عليه يعني أكل واجبة فيها الحوم فيها خضار فيها فواكه تمتص كاملة مش عايزين نأثر عليها خالص احتياجه للفايتامينز أقل بكثير من تحويل المصار وعايز أقول حاجة إذا كان هناك يعني حتى داعي لإجراء تحويل المصار في السن الصغير حتى لو وزن كبير كسر مثلا 150 كيلو أو أكتر اعمل تكميم دلوقتي هي أخف شوية أخف في المتابعة وعايز أقول حاجة أن السن الصغير استفادتهم من العمليات أكثر بكثير من الناس الكبير حرقه كتير عضلاته كويسة الجهاز الحرق في جسمه عموما أفضل بكتير بيتحرك أكتر يعني لو قارننا يعني السن يمكن حياتها ما يدخل في الحياة العملية أكتر مكتبي أكتر بيبقى مميكن أكتر لكن الأطفال يمكن عندهم وقت للنادي عندهم وقت للدراسة بيتحرك بيروح بيخرج يعني بيبقى فيه استفادة أكتر من السن الأكبر دايما الحوار نسمعه كمان من المرضى أو أهلهم بيكون له وقع على الأذن رائع جدا بنستمتع بتجربتهم الشخصية وخصوصا أنه هما بيكون عندهم قدر من الثقافة الطبية في المجال بعد ما مروا بتجربهم فيه بيخلينا نستفيد إحنا كمان من التجربة إحنا كأطباء نستفيد من التجربة نستفيد من رد فعله من نفسي ده علم مهم جدا 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 ولذلك الاستماع دائما إلى المرضى تجربة أنا نفسي بسعى أن أنا أستمتع وأستفيد منها أقصى استفادة ده علم نسمع مرحبا